حزب الأفنان قال لك كي الناس يتركب في الحيران جبهة المستقبل قال لك كي الناس يتركب في الحيران شكون اللي رأوا يركب في الحيران الجهة التي كانت تغذي فكرة أن المعارضة ليس لها وجود في السحة السياسية هي السلطة لأن الناس هذين كانوا يناديوا بالعهد الخامسة الناس اللي كانوا يتباهون بإنجازات الرئيس إلى آخره هم اللي كانوا في البراطوات والآن أنا أقول لها شجاع النايب تاعنا وجاو وضرب هذا الشجاع احترموك باحترام يعني لأن أغلبهم اللي يطولهم في البراطوات أغلبهم ما يحبوش يجاوه هنا النقطة اللي حبيت نقولها أن السلطة غذات هذا الفكرة هذه أن الأحزاب لأنه عشرين سنة أغلقت الأحزاب السياسية ما كان شيء فيه تح سياسي الأحزاب السياسية تروح لتجمع خلينا ما نرسل في الأمور سعيد الحرك هذا الحرك هذا كان بزاف حبوا يركبوا مثلا لأن مثلا كان الناس مثلا في أحزاب السياسية كان مثلا شخصيات شخصيات ربما في الحركة الجمعوية والناشطين حقوقيين وسياسيين كان الناس عندهم أجندات خارجية نقولوها عندنا الشجاعة نقولوها عندهم أجندات كي الناس راهم في لندن راهم في ألمانيا راهم في فرنسا راهم في قناة معينة في لندن راهم يتغذي هذه الفكرة يحبوا يركبوا في هذا الحرك الحرك هذا يقودوه شباب والشباب هذا الآن راهم يتأطروا من جمعة إلى جمعة واللي يقول لك إحنا رانا مهيكلين ورانا منظمين ما كانش منها الآن رانا في مرحلة التأطير أنا أشوفه التأطير في الحركة والتأطير هذا حاجة إيجابي بكل فئات فئات العمالية فئات الصحة فئات الطربية فئات الشباب فئات المعاقل ذوي الاحتياجات الخاصة هذه من جانب الإيجابي لهذا الحركة والأحزاب اللي حب تركب الموجة معروفة يعني والآن أنا سمونا خلي الناس تعرف خلي أطرح أفكارك الأحزاب معروفة وجمعيات معروفة أشكون مثلاً الحزاب السلطة تقصد كان أحزاب السلطة هو يقول لك أحزاب السلطة أحزاب السلطة بالجمعة يريحوا في الدار بالتالي كومنت ومبعد بالسبت وبالحد يقول لك نحن نفتخر بهذا الشعب العظيم مسيرة سلمية أعظم الشعب في التاريخ إلى آخره